هذا الصباح بدأ بغارة إسرائيلية نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بلدة النقورة عند الساعة السادسة والنصف من صباح هذا اليوم أدت إلى استشهاد شخصين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أما من الجانب اللبناني فتم رصد إطلاق صليا من الصواريخ باتجاه إصبع الجليل فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد عدد من الصواريخ في محيط مستعمرة لمطلة وأيضا انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء هذه المستعمرة بعد أن فشل في اعتراض الصواريخ التي أطلقت من لبنان هذه التطورات تأتي بعد ليلة شهدت عدة اعتداءات إسرائيلية تمثلت بغارة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية ضد بلدة حنوي قضاء صور استهدفت مبنى مؤلف من طبقتين ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح إصابتهم طفيفة كذلك نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة عيت الشعب وغارة صباحا على المنطقة الحرجية بين دير ميماس وكفر كلا ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف بلدة مركبة في القطاع الشرقي هذا على صعيد عمليات عفوا الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان أما على صعيد عمليات المقاومة فقد شهد يوم أمس عمليات عديدة نوعية نحو ثماني عمليات نفذتها المقاومة استهدفت فيها شتى أنواع الأسلحة صواريخ بركان وطائرات مسيرة بالإضافة إلى الأسلحة المدفعية والطائرات المسيرة كما ذكرنا استهدفت أبرز هذه العمليات ثكنتين زرعيت وبرانيت بصواريخ بركان وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قرى عيطرون ومجدلزون بالإضافة إلى إرسال صليات من صواريخ الكاتيوشا باتجاه خربة منوت مستهدفة بذلك مرابض مدفعية العدو وأنظمة القبة الحديدية وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدة الدوير جنوب لبنان هذه العمليات كانت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى اللبنانية أما العمليات التي أتت إسنادا لغزة فطالت مواقع السماقة والمرج عبر طائرة مسيرة وارويسات العلم يشار الآن مايا إلى هدوء حذر يسود الأجواء بعد التصعيد الصباحي النسبي الذي شاهدناه صباح اليوم مع الإشارة إلى تحليق طائرة درون في أجواء بنت جبيل ليلة أمس وصباح هذا اليوم هذه الطائرة تبث رسائل تحريضية عبر مكبرات الصوت ضد حزب الله وضد المقاومة تم رصد هذه الطائرة إذن ليلا وأعادت ونفذت نوع من هذه الغارات الجوية ولكن عبر مكبرات الصوت لتوجيه هذه الرسائل التحريضية ضد المقاومة ترجمة نانسي قنقر